اشتركوا في القناة بشأن خارطة الطريقة السعودية ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس وزير الدفاع السعودي أمام مسجدات الوضع وفرص إسئنا في مسار السلام مؤكدين دعمهم الكامل للمساعي السعودية لتجديد الهدنة من جانبه جدد صاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء التزام المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي وحث الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية استقبل فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه أعضاء المجلس عيد الروس الزبيلي وطارق صالح وفرج البحسني المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرونبيرغ وطلعوا منه إلى إحاطة شاملة بشأن اتصالاته الأخيرة وجهوده لإسئنا في عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وتطرق اللقاء إلى مسجدات الوضع اليمني والمساعي السعودية من أجل وقف إطلاق النار وأحياء مسار السلام وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجتمع بقرارات مجلس الأمم ذات الصلاة بالحالة اليمنية وضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الميليشيا الحوثية ودفعها على التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة وتحقيق السلام المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين كما سقبل فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه أعضاء المجلس سعيد روس الزبيدي طارق صالح عثمان مجلي مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندر كين وسفير الأمريكي لدى بلادنا سيفين فاقين وتطرق لقاء إلى التعاون الثنائي ومسجدات الوضع اليمني وجهود الأشقاء والأستقال تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية برعاية أممية وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية لتزام بنهج السلام الشامل والعادل في بلادنا ودعم الجهود السعودية والبسيطين الأمريكي والأممي في هذا السياق لافتن لموقف المجلس والحكومة المنفتح على كافة المبادرات من أجل وقف الحرب وأحياء مسار السلام والتعنت المستمر من قبل الميليشيا الحوثية إذا آت تلك الجهود أكد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك حرص الحكومة على توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ومسا ندت قضايها على مختلف المستويات وخلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن اللجنة الوطنية للمرأة برئاسة الدكتورة شفيقة سعيد بدور المرأة اليمنية في خضم الأحداث الاستثنائية التي تشهدها بلادنا تشهدها بلادنا لافتا إلى حرص الحكومة على دعم تمكين المرأة لكي تحتل المكان والدور اللائق بها وطلع رئيس الوزراء من رئيس وعضاء اللجنة على تقرير حول نشاط اللجنة والمعوقات التي تواجهها وكذا الدعم الحكومي المطلوب لزيادة تمكين المرأة إضافة إلى ترتيبات عقد اجتماع المجلس الأعلى للمرأة لمناقشة وإقرار الخطة الخمسية التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة استنكرت بلادنا بأشد العبارات اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاة الطبي في قطاع غزة وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقاته وكالة الأنباء اليمنية سبا أن ذلك يتنفى مع أبسط القيم الإنسانية ويعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجريما لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريع ويجب محاسبة مرتكبيها ودعت المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص للعمل الفوري على وقف آلة الدمار المفرطة والقاتل الإسرائيلية وإعلان وقف عاجل لإطلاق النار وبما يكفل إنهاء هذه المأساة بحق الشعب الفلسطيني انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة